مجالس العلم من حقائق السعادة قد تكون عند البعض هم مش عايزين يعتقدوها او مش عايزين يعيشوها ايه الحقيقة دي؟ ان السعادة حقيقة نعم وان هي في الطريق وفي التفاصيل وفي عمق الاشياء بس كمان ان السعادة بتكون بالتعرض ان انت تتعرض لها تاخد باسبابها بس مش معنى التعرض ان انت بتصنعها وعشان كده احنا قلنا ان فيه تلات ابواب بنوصل بهم للسعادة الباب الاولاني هو باب الرضا والتسليم الباب الرضا والتسليم ده باب مهم جدا 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 عشان نوصل بيه للسعادة وعشان نقدر نعيش السعادة ونتعود عليها محتاجين شوية اجراءات كده نعملهم عشان نعيش مع السعادة وخاصة واخنا قلنا ان من اوسع ابواب السعادة ومن الحاجات اللي تخلينا نقدر نعيش السعادة والسعادة كدنا وإحنا مرتحين مش وإحنا وإحنا هلكين نفسنا وإحنا حسين بالضغوط عمر ما السعادة بتيجي مع الضغوط وده مش هيحصل غير لما نقوم بأقصى درجات العمل وبإتقان العمل ولكن ببساطة وعشان كده أول إجراء خليك بسيط لما تلاقي الدنيا بتتعقد عليك اعمل أبسط حاجة تخليك سعيد اعمل أبسط حاجة تخليك حاسس بإن الدنيا وسعة وإن الحياة نعمة وإن الدنيا مازال فيها رحمة وخير وجمال اوعى تعمل حاجة وإنت حاسس إن الدنيا ما فيهاش خير وإن الدنيا خلاص بقت كلها عبارة عن غابة لا لما الدنيا تتعقد عليك اعمل الحاجة اللي تخليك تحس إن الدنيا فيها وسع وفيها خير ورحمة وجمال تاني حاجة اسمع كتير وقلل من كلامك لما تسمع كتير وتقلل من الكلام سبحان الله يزيد فيك النور ليه بقى حضرت النبي قال إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فعلمه أنه يلقن الحكمة اعرف إن أنت الصمت ده بيخليك أكتر أريح مرتاح البال أكثر من الكلام تالت حاجة دون كل يوم حاجة جديدة تعلمتها في يومك وفكر إزاي عتعمل تستثمرها في إيه وإزاي ممكن تكون سبب للسعى والسعادة في حياتك لقلبك والقلب اللي حواليك التلت إجراءات دولة هيفتحوا عليك أبواب كتير من أبواب السعادة ويخلوك تتعرض للسعادة وكمان مش بس ترى إن السعادة نعمة لا ترى السعادة نعمة وزيادة زيادة من حب الله وزيادة من فضل الله تعالوا ناخد أول اتصال معنا مع السيدة أممونا أيها السلام عليكم إزاي حضرتك يا فن كنت أحادك تابي فندم نعم وفضل الحمد لله جزاك لكل خلال حلقة دي صحي ما ولينا حدك يعني غيرتوا في تفكير واحد كتير ووضحنا هنا تضحك علينا وضعتنا بشرية قوي يعني فجزاك لكل خلالك ووضحت لنا يعني بس عشان بس الناس ما يزعروش أنا أصد ومش أصد يعني بس هو ده حيي يعني وده حيي حيي ليه بقى لأن في الحقيقة فيه أشياء كتيرة خلت الإنسان يعيش معه بعيد عن مولاه يعني يعيش معه هو مع الإيجو مع الناس ويفضل هو حاسس بأنه هو هيقدر يوصل بلا حوله ولا قوة إلا بالله احنا سبنا يعني أقول للناس أنا دايما أقول للناس أنتوا جربتوا ده وما جابش نتيجة احنا بلنوكم خدوا بالأسباب ونخليكم من أهل الإحسان بس مش ممكن تستقل عن الله فيه ناس كتيرة قررت أن هي تستقل عن الله بيه علوم كتيرة وبكلام كتير بس كانت النتيجة أن الناس زادت فيهم الإحباط وزادت فيهم التشكك وزادت فيهم مظلومية وزادت فيهم الواجع فإحنا قررنا أن إحنا مش هنعمل كده قررنا أن القرآن قررنا أن القرآن إيه يبنينا وعشان كده وصلنا للنتيجة دي معلش أخدت الكلام من حضرتك تفضلي أنا بس قد أسأل حضرتك في مشكلة شخصية تفضلي تفضلي دلوقتي يا مولينا إحنا في العاشق واخرنا نفسي ربنا يلزوني بالعفو إن أنا أعفو للناس عشان أباني يعفو عني بإذن الله دعائلة يا رب طب يا مولينا دلوقتي فيه صعوبة عند الواحد إزاي الواحد يعفو عن حدي بيأزيه بشكل مستمر مستمر في الأزية مش بيبطلها وكل ما تعفو عنه يأزيك تاني كل ما تعفو عنه يأزيك تاني النفس مش يعني أعرف أقول لك ثلاث إجراءات لطيفة في الحتة دي يا ريت أول إجراء لما حد يكون متعود إن هو يأزيك وهو قريب منك وإنت حاسس إن إيه ده اتعود إن إنت تعمل حاجتين أول حاجة زي محطة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه هي إجعل الناس دي بتأذي الصورة الوحشة عنك اللي هما عندهم عندهم رحضت النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له الناس دي بتسبك فقال إنهم يدعون مزمما ولست مزمما ولست مزمما ولكني محمد فأنت لو عملت الإجراء ده مع نفسك إن هما بيحاولوا يأزوا الصورة السيئة اللي عنك عندهم هتقدري الوجع اللي عندك ده لإن أنت إيه اللي بيخليك الأزة ده يزداد وجع عندك إن أنت حاسة إن أنت ما تستحق إيش ده معقولة إنسان المحترم يعمل كده هما مش أنا آسف يعني ما بيبقاش إنسان هو بيأذي إنسان هو شايفه محترم ولكن هو شايفه إن هو بيأذيه فبيردون الأزية بالأزية فبعض الأحيان لما بنشوف ده ساعات كتيرة فيه حاجات كتيرة بتتفك بيننا وبين الناس دي أول إجراء الإجراء الإجراء التاني ليس معنى إن الشخص يسامح إنه يترجع علاقته بالناس اللي يسامحهم زي الأول في فرق كبير جدا 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 من عظم المحبة والمسامحة أنا ممكن أسامح واحد وهو بالنسبة لي شخص زي بقية الناس بس أنا مسامح ويبقى دواتي هديني لكن هي المسامح المشكلة إن الناس بتربط من بين المسامحة وإن أنا أرجع أثق في الإنسان ده وأحبه وأجعله كما كان عندي قبل مثلا غدرتي قبل ما يخدر بي أو يأذين لا أنا أسامحه بس مش معنى إن أنا أسامحه إن أرجع أنخدع فيه مرة تانية وأنا عارف إنه إنسان بيعملش سوء الحاجة التالتة والمهمة إن أنا أفصل ما بين أزية الناس والناس يعني أخلي ده شيء مؤقت وأعتقد إن ده هيتغير لأن في بعض الأحيان أحد مصايب الناس إن أنا بعتبر إن الأزية وفعل الناس ده مش هيتغير أبدا فإيه اللي بيحصل فأنا اللي بيكون بأكد إنه مش هيتغير أبدا فالتالت حاجات دولة لو حصلوا هيفرقوا كتير أنت بتريد طب أعمل إيه بقى؟ على طول كان في حد سب حد فقال له أنت تستحق هذا قال أنت حر في حسناتك لك أن تهبني إيها ولك أنت متنع عن ذلك فنعمل إيه بقى؟ فببساطة خالص 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 إذا كان ده حد قريب مني وحد بعشره على طول أنا في الحقيقة محتاج شوية حاجات لو كان قريب لو كان زوج لو كان ابن أو حاجة إحنا محتاجين نسأل خبير بقى إن إزاي نغير السورة اللي عنده دي وإزاي أنا أقدر أدير المسألة دي لأن خلاص بقى فيه جزء جزء يتعلق بالإدارة إحنا ممكن ندير العلاقة كده يعني إيه اللي حاصل؟ قد يكون في الحقيقة إن فيه سوء تواصل بيننا طول الوقت في فهم خطأ طول الوقت فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل إيه؟ نجلس ونتكلم مع الخبير عشان نقدر نعالج ده يبقى الثلاثة إجراءات اللي قلت أهل حضرتك وكمان سؤال الخبير مهم جدا جدا وإزاي؟ بس السؤال الخبير يكون فيه تفاصيل عشان يقدر يضع الحل المناسب لهذا الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي الحاجة مشريف تتفضل؟ حاجة مشريف السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفند أنا في الحقيقة أنا جوزي متوفي من عشرين سنة الله يرحمه ويجعله إن شاء الله في فسح الجنات وبعدين ابن كبير توفى شهر ستة السنة اللي فاتت نعم أنا راضية وما بعترضش على قضاء ربنا عز وجل بس من وقت للتاني بحس إن أنا بكلم ربنا وقل له إشمعنا أنا اللي جوزي مات إشمعنا أنا اللي بدي مات بزعل بزعل من نفسي قوي لإن أنا بصلي وبصوم وبعمل يعني ما بعملش حاجة وحشة فمش عارف يا شيخنا أعمل إيه أنا تعبانة قوي 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 مش قادرة أستوعب موت ابني مش قادرة أصدق لحد خليني أقول لحضرتك حاجة مشريفة حاجة مهمة جدا 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 الناس في الحياة جايين عشان يقوموا بأدوار في حياتنا فالناس في حياتنا أسباب وسائل عشان نقترب من الله فما ينفعش إن واحد قام بدوره أخليه أصبح لشيء بالعكس أنا عايزك تتمسكي بحبك لإبنك وعايزك تتمسكي بحبك لزوج حضرتك وأنا يعني ممتن جدا جدا لوفائك لزوجك اللي توفى من عشرين سنة وأنت على حبك لي وعلى وفائك لي فنعمل إيه لازم لما أحبابنا ينتقلوا إلى حياة أخرى ويختلف وجودهم في حياتنا لأنهم مرحوش للعدم بالمناسبة يعني ابن حضرتك مرحش للعدم ده وفي حياة أخرى وفي علاقة بيننا وبينه ممكن تعطيله الهدايا وممكن دعائك يوصله وممكن كمان هو ربنا سبحانه وتعالى يكتب له إنه يدعو لك في قبري فإذن كل الحياة دي موجودة فإحنا اللي فرق بس مسافة وكأنه سافر سافر المكان إحنا نرحل إليه بس هو مرحش للعدم أنا بقول لحضرتك كده ليه عشان تعالي بقى نقول بقى إيه الوضعية اللي حصلت لابن حضرتك أنت لما ابنك بيكون صغير ولما بيتجاوز أنت بتخيري وضعيتك معاه أوه صغير بتكوني مربية ومعلمة ليه لما بيكبر بتحولي إلى مستشارة كمان أحبابنا بيتحولوا علاقتنا بيهم بتتطور لما بينتقلوا إلى الرفيخ الأعلى بيتحولوا إلى قيمة في حياتنا والقيمة مش لازم تكون ملموسة فابن حضرتك أصبح قيمة قيمة إيه؟ رقة القلب والعاطفة والجمال أصبح قيمة والقيمة دي مليأ قلبك بالنعمة الشطربة إننا نحول القيمة دي إلى حياة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذا الشوق لابن حضرتك ممكن يتحول إلى عمل خيري هذا الشوق لابن حضرتك ممكن يتعمل إلى عمل صالح وتهب يسوابه إليه ولذلك أنت لازم تعرفي إن ابن حضرتك دلوقتي بقى أعظم مما كان في هذه الدنيا لأنه تحول إلى قيمة في قلبك اجعل ابنك ليه قيمة هتفضل إمته تعلى في قلبك وهو مش في العدم ولا حاجة ده هو في حياة أخرى بيننا وبينها جسور وإن شاء الله هنلتقي عن مقريب هنلتقي عن مقريب كلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي رضا يبقى إيه اللي حاصل يبقى إحنا في حياتنا اللي فضلة دي نعيش القيمة دي ونعيش إنه مش في عدم ولا حاجة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك النعمة والفضل على صبرك إن شاء الله يا حاجة المشريف الحاجة محمد تتفضل زي حضرتك يا سيدنا الشيخ فضل ونعمة الحمد لله وسلم تطيبين وحضرك طيبة من فضلك يا شيخ نافتعي بسأل حضرتك السؤال تفضلي في الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فادخلوا الجنة داخلين ما قالش داخلين باللام فأنا عايز أفهم بس المعنى ده حاضر يعني دخلوا وأنتم موفورين وأنتم في نعمة وأنتم في سعادة وأنتم في سعة ولستم في ضيق يعني ما هو قال ادخلوا الجنة يبقى داخلين يبقى دا تكرار في القرآن لكن يدخلوا الجنة وأنتم في سعة وفي فتح وفي هعناء وفي هناء هو ده المقصود وهو ده اللي يخلي فيه معنى إضافة إن احنا ونحن بندخل الجنة نخلينه ونحن مرتحين وفي حالة سعة وفي حالة بركة هو ده المعنى اللي لازم نفهمه نعم حج رجب يتفضل أي حج السلام عليكم وعليكم السلام أنا طبعا رجل متأتعبان فيه عندي فشل كلوي ربنا يجمع لك ما انتمام الأجر والعافية حج رجب وانت تكرع بيقولوا انت لازم تفتر هو انت بتسومي حج رجب في الحالة اللي انت فيها دي اه انا صمت رمضان اللي فات وصمت رمضان ده كله حل علي يا حطاء اه يا حج رجب عشان ده غلط على الكلة اه فما تعملش كده اسمع كلام الدكاترة يا حج رجب ويسمع كلام الدكاترة وبشرك ببشرة اه ان انت يكتب لك لما تفتر وتفدي ثوابك وانت صحيح يعني يكتب لك ان شاء الله السواب وكأنك صحيح معافى ان شاء الله فافتر عشان صحتك عشان انت لابد ان تحافظ على نعمة ربنا العافية اللي ربنا كتفها لك والصحة دي فانت لازم تحافظ عليها حج رجب فان شاء الله افتر وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السواب اذا كان الدكاترة قاله كده او اذا كان الوضع الصحي زي ما انت بتقول كده في فشل كله ولا اسمع كلام الدكاترة حج رجب سأل على الكفر لو حاج رجب كمان بيسأل عن كفرة بيبقى عشرين جنيه عن اليوم فيبقى سستمائة جنيه عن الشهر كله او اذا ما كانتش الشهر كله بنعد الايام اللي احنا سمناها بنعد الايام اللي احنا فطرناها ونفطرها ونطلع عليها الكفرة ان شاء الله هو كمان حاج رجب بيسأل بيقوله هو في كفرة عشان ما اسمعش كلام الدكاترة لا بس نسمع كلام الدكاتة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير حاج رجب استاذ اسمائة تفضل قاله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ اسمائة تفضلي لو صحيحة يا شيخنا عندي سؤالين تفضلي يا فاني كنت عايزة اسأل عن سلة الرحم انا غزن عني عندي اخواتي يعني بس الولاد بس منهم فتقريبا يعني مثل سيء بكل الطرق فانا مش عارفة اتقرب منهم باي طريقة يعني وكيف ان انا اتسئل عليهم وعايزة عارف هنا حكم يعني حكم الدين في ايه انا يعني مش عارفة اقرب منهم يعني كل تفرفاتهم غلط وانا حتى جوزي مش حابب ان يبقى ليه سلة بيهم لا خل اركاني حكاية جوزي مش حابب ان يبقى ليك سلة بيهم دولة عن اركان دي خلينا دلوقتي في ايه خلينا دلوقتي في ان هم فعلا مضرين ليكي فعلا بيأذوكي فعلا بيتسببوا فعلا انت مش قادر تتواصل معاهم لان هم في الحقيقة عندهم شوية مشاكل نفترض ان ده حاصل لا تقطعي رحمك لا تقطعي رحمك يعني ايه مش لازم تزول افعلي ما به تستمر العلاقة ولا تنقطع ابدا يعني ايه ولو بمكالمة تليفون ولو بزيارة كل موسم كل ده هو ده اللي ممكن يجعلك ان شاء الله من اهل سلة الارحام لكن ما ينفعش ان انت تقطعيها تماما تماما الا اذا كان في مضرة شديدة ومهلكة خلاص لان حضرت النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمة واصلة يبقى توصل لرحمك بالقدر الذي لا يجلب عليك الضرر واما ازوك حضرتك فالمفروض بيساعد حضرتك على هذا ولكن نحط لها ضوابط اذا كان في ضرر بيالحق بيكي فنحط لها ضوابط انا حاسس بس من سؤال حضرتك ان انت موجوعة ان انت مش قادرة تكوني سبب في هدايتهم هقولك حاجة تدوي قلبك لو سمحتي ادعي لهم في كل سجود من سجود صلاتك صدقيني لو استمرتي على انك انت تدعي في كل سجود في الصلوات هتلاقي ان شاء الله اثر ومجرب ان شاء الله اثر يكون في عاجل الامر في خلال شهر ولا شهرين ان شاء الله يكون في تحسن وان شاء الله ربنا يصلح حالهم يا رب يا سادة السعادة ما فيش حاجة ممكن تخليك تحس بنعمة ربنا قد السعادة وما فيش حاجة تخلي نعمة ربنا حلوة قد السعادة انك تسعد بالنعمة وان النعمة وان السعادة كمان تخليك تدوء النعمة الاتنين مع بعض بيخلوك تعيش حياة تانية خالص خلينا نعيش السعادة اللي من عند ربنا اللي هي مكتوب عليها وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وتحس السعادة اللي هي من عند ربنا تحسها إن هي مكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتعالوا ندلها ربنا زي ما تعودنا في العشر الأواخر ونقول يا سيدي أشهدك أنني قتبت من أن أستجيب لنفسي الأمارة بالسوء إذا حجبت قلبي عنك فإني أعلم أنك تسمع صوتي وأعلم أنك ستعينني فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك نقول لسيدنا ومولانا والذي يغيثنا يا سيدي وغياثي أشهدك أنني قتبت من أن أستجيب لنفسي الأمارة بالسوء إذا حجبت قلبي عنك فإني أعلم أنك تسمع صوتي وأعلم أنك ستعينني فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك اشتركوا في القناة